ترجمة نانسي قنقر وأكد الفريق الحكومي خلال الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد لها بما يصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة لافتا إلى أن النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية أكدت التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بالاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية العامة للدولة 2023-2024 وبمستويات الصرف وفق ما تم إقراره من قبل السلطة التشريعية وذلك على الرغم من أن التحديات العالمية كان لها التأثير الواضح في خفض الإرادات العامة وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات حيث بلغ إجمالي الإرادات العامة الفعلية المحصل 1441 مليون دينار بحرينية هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار العمل المشترك على رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقه من المواطنين واستمرار دعم المواطن في مسكنه الأول لخدمات الكهرباء والماء والحفاظ على ذلك عند إعادة هيكلة تعرفة خدمات الصرف الصحي وفق ما تم التوافق عليه عند إعداد مشروع الميزانية العامة من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الثنائيات في سياق تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن ملك البلاد المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهته أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن النتائج الأولية للإقفال نص السنوي للوزراء والجهات الحكومية تعكس الحرص على تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق الخطط التنفيذية المعتمدة هذا وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل خطاها تجاه تحقيق أهدافها التنموية بعزم أبنائها المخلصين وبتعاون وتكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيهم المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر